تعالى بقى نبص بصة كده يورجان كلوب أول موسم طلع تامن خسران نهائي دوري أوروبا بيب جوارديولا أول موسم طلع رابع صح حد أقلوا لا حد قالوا انت بتعمل ايه الناس تريقت على بيب جوارديولا وجاري نيفل المحلل الأشهر كان في سكاي قالوا على فكرة اللي بتعمله في برشلونة مش هينفع يتعمل عندنا في الدوري الانجليزي بعد أول موسم بعد ما كسب تالت موسم تاني موسم و تالت موسم راح عمل انترفيو مع جاري نيفل وقلت لك أنا هعرف أعمل اللي أنا بعمله لأن أنا في ظهري إدارة عارفة هي بتعمل ايه كمان النهاردة الإدارة بتاعت منشستر سيتي بالمناسبة هي ليثت الأكثر انفاقا في الدوري الانجليزي برغم أن سيتي مينايم كل من المغرب طبعا بس أكثر انفاقا في انجلترا قياسا بالصرف والدخل بالبيع منشستر النايت فأنت متخيل منشستر النايت فين وستي فين مع أن احنا ابتدينا السبق منشستر يونايتد أعلى بكتير من سيتي صح؟ ابتدينا السبق منشستر يونايتد دا نادي كبير والسيتي فريق ضعيف في المدينة يلسه يعني آه عايزي شوف في الدنيا هتبقى ما مش معاه ازاي يعني لسه بيبدأ يعني بلا تاريخ يعني بلا تاريخ عظيم يعني آه قبل لما منشين ييجي وقبل الناس دي ما تيجي كممكن عمل لك المسابقة وقول لك قولي عشرة لعبه في منشستر سيتي بلا تاريخ يونايتد أعلى بكتير من سيتي بس سيتي خد طريقة إدارية سليمة وينايتد قاعد يتخبط 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 ومشي بالطريقة المصري اللي هو ايه؟ الطريقة بتاعت الدوري المصري مشي بالطريقة اللي هي بتاعت أنا هجيب مدرب هجومي زي لويس بن جيل ما نفعش طب هاتمدرب دفاعي زي مورينيو ما نفعش طب هاتمدرب صغير في السن طالما لناك كبير ما نجحش فبعد مورينيو أمتجاب سلشاير ما نفعش هاتمدير رياضي ومسكه مدير فاني رالف رانجنيك ما نفعش